كما أشهد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بكفاءة الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين التي استطاعت أحباط عدد من الأعمال الإرهابية وقال الأمين العام إن نجاح الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في القبض على تلك العناصر الإرهابية يبرهن على يقضتها التامة وكفاءتها العالية وجاهزيتها المشهودة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة وحماية المجتمع من شرور التنظيمات الإرهابية وعناصرها الإجرامية التي ثبت بالدليل القاطع ارتباطها الوثيق بالحرس الثوري الإيراني والتنظيمات التابعة له وتتلقى منهم التمويل والدعم والتدريب والتسليح وأكد الأمين العام في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن محاولات التنظيمات الإرهابية والداعمين لهم لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وتعريض سلامة مواطنيها والمقيمين فيها للخطر لن تلقى إلا الفشل الذريع وذلك بفضل من الله العزيز القدير والجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة وما تتمتع به من كفاءة واقتدار وجاهزية عالية معربا الأمين العام عن تهنيه لمعالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وقيادات الوزارة ومنسو بها على ما تقوم به الوزارة من جهود ملموسة حفاظا على أمن مملكة البحرين واستقرارها ترجمة نانسي قنقر